وجهتنا إقليم ميدلت وبالضبط بمدينة الريش والتي تسجل هي الأخرى انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة انتشر معها مؤخرا نوع من المدافع تعمل بالغاز الطبيعي مدافع أودت إلى حدود اليوم بحياة شخصين ما دفع السلطات إلى سحب هذه المدافع من الأسواق الروبرتاج لعبد سمد الطعام يتواصل حج السلطات المحلية لمدينة الريش لنوع جديد ورديء من المدفئات الغازية صنعت محليا وانتشرت بين الأسر لثمنها الرخيص لكنها قاتلة لا يتوفر ما أصبح يعرف بالقاتل الصامت على أنبوب المدخنة ما يسبب انتشار غاز أو الأكسيد الكربون وهو عديم اللون والرائحة بعكس هذه الأفرينة التقليدية خلفت مدفئة الغاز التقليدية ضحيتين إلى حد الآن بدائرة الريش ويشارك الفاعل المدني وصفحات المواقع الاجتماعية المحلية في حملة تحسيسية تلفت انتباه الأسر إلى خطورة هذا النوع من الأفرينة